اشتركوا في القناة بداية دكتورة أعطينا أنه بضع الرضاعة الطبيعية على الرضاعة الطبيعية ولا مشكلة في بلادنا لأن الأمهات ما بقاوش يردعوا بحال بكري في الوقت الذي انتشرت فيه الأمراض والأوبيئة ومشاكل اقتصادية نعطيك واحد الأرقام مثلا في 1992 كانوا الأمهات في المغرب تقريبا 52% كانوا يردعوا في 2004 32% و2011 27.8 فقط نخفضت بزاف كل عام يكونوا ينخفضت بحيث في البلدان الأخرى مثل كندا عندهم نسبة تردع كثير من 50% وفي البلدان الأخرى البلدان السكاندينفية عندهم واحد نسبة مرتفعة كبيرة دي الأردع 70% يردعوا حتى الشهر السادس و60% يردعوا حتى يكون عنده العام وكان دراسة أخرى دراسة حديثة في السويد كتقول أن 98% من الردع دقوا حليب الأم لأنهم معطوش أهمية للحليب الاصطناعي في إشهارات ودائما الدول السكاندينفية تشجع ردع الطبيعية خائلة في الجملة المشهورة بريست إز باست التي تعني التدي أحسن لذلك منظمة الصحة العالمية الواميس أخذت كمثال للعالم الأمهات السكاندينفية في ردع طبيعية وإحنا الإسلام يحط على ردع طبيعية ويقول تعالى أعوذ بالله بشيطان الجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم ردعته هذه الآية الكريمة تحط على أهمية الردع الطبيعية بحليب الأم لا حليب البقر لأن حليب البقر خلق لأولاد البقر اللي هو العجل والعجلة والرديخ سنعرف أنه عنده إن كاباسيتي غنال اللي هي محدودة أي الكليتين دياله غير ناضيجين وعنده الطول ديال الكليا خمسة سنتيمتر حليب البقر مركز بمستويات عالية بالأملاح اللي تقدر تأثر ويقدر الحق حتى فشل الكلوي نعم دكتورة ما هي مكونات حليب الأم؟ تركيبة حليب التادي كتغير مع مرور الوقت سيطان لي إبوليوتيف لعنتها الإنتاج الحليب يبدأ أثناء الحم وعند الولادة وتكون كمية قليلة من الحليب في اليوم الأول والثاني ويزداد في اليوم الثالث والخامس في المرحلة الأولى كين حليب اللباء لكولوستخام والقدرة الإلهية جعل هذا الحليب يحتوي على كل ما يحتاجه الطفل وبكمية قليلة على حسب المعدد دياله وعلى حسب الكيلوات دياله لونه أصفر يكون لازج وساميك وهو مليء بالبروتينات عوامل النمو في خلاية الدم البيضاء ويحتوي كذلك على بروتين لتساعد على امتصاص الحديد ولها خصائص مناعية وهي لكتوفيرين وفي المرحلة الثانية يكون الحليب الانتقالي وهو المزيج بين اللباء والحليب الناضج ويتحول تدريجيا إلى الحليب الناضج في الأسبوعين من العنض نعم دكتورة ما هي فوائد الرضاعة الطبيعية على كل من الطفل طبعا والأم المرضيعة فوائد حليب الأم عند الطفل أولا حليب واجد يكون بيو ديسبونيبل درجة حرارته مناسبة للطفل إيكولوجيك مو بعلق معقم ما فيش ميكروبات وفي الأسبوع الأول ينظف الأمعاء بطريقة جيدة ينظف أمعاء الراضي بطريقة جيدة كي حيد دوميكونيوم اللي كي تسمى بالعربي الرضاج بايش ما يكونوش تعفونت ويوفر الحليب الأم يتوفر على فيتامينات البروتينات والدهون وعلى الأسام المضادة لتساعد الراضي بايش يحارب الفيروسات والبكتيريات لذلك في الأمراض التنفسية وأمراض الأودن مثلا والإسال تكون بشكل أقل مقارنة من الأطفال اللي يرضعوا الحليب الإصطناعي وكذلك يتوفر على أنزيمات اللي تعاونوا على الهضم الدهنيات مثل الليباز ويحتوي كذلك على العديد من بكتيريات طبيعية التي تحمي الراضي من انتهابات والتعافونة للجهاز الهضمي ومكلا القوهاش والحليب الإصطناعي لذلك فالراضي اللي يرضع تدزيل الأم ما يكونش عندون إسهال كثيراً مقارنة للطفل لأمهم الرضاعة الرضاعة الطبيعية وسبح الله في قسم الأطفال في المستشفى الأطفال الذين يعانون بالإسهال معظمهم يرضعوا الرضاعة الطبيعية وكذلك الرضاعة فقط ناشر وهذه بأبحاث موثقة تساهم في نمو الدكاء وتعزز نمو الحسي والإدراكي أيضاً تعزز علاقة الأم بالراضي نعم فعلاً وأما بالنسبة لصحة الأم في الرضاعة الطبيعية تساعد بعد الولادة بتقليص الرحم والحد من النازف ما يجيهمش لمغاجي من الولادة وتقوي بطبيعة الحال العلاقة بين الأم والراضي وتساهم لحماية الأم وتقلل من إصابات بسرطات نتدي ومما بيد نعم دكتورة ما هي الفترة أو المدة المثالية للرضاعة الطبيعية الآن كينا ديفينيسيون دي الوامس للنساف تقول أنه ستة شهر إكسجلزيف شنو إكسجلزيف؟ أنه ستة شهر الأولى ما خش نعطوه سوائل مثل الماء أو الحليب أو الطعام للحليب للراضي يعني اكتفاء بحليب الأم فقط فقط مدة ستة شهر وتكمل رضاعة حتى العامين هذه الديفينيسيون دي المنظمة الصحة العالمية الوامس والونساف وخلال الرضاعة تكون خلال الساعة الأولى إلا كانت ولادة بس عادية دونك في 30 دقيقة الأولى وإلا كانت الولادة بالقيصرية في السيزاريا تقدر تكون الساعة ساعتين مر حتى يمشي لفي دي البلج وإحنا بفضل الله سبحانه وتعالى عدنا مدة رضاعة لها الله سبحانه وتعالى في القرآن وهي عامين لمن أراد أن يتم الرضاعتها نعم إحنا بقدر المستطع طبيعة الحال نعم دكتورة فالرضاعة الطبيعية هي هيبة من الله سبحانه وتعالى لكل طفل من خلال أمه شكرا جزيلا دكتورة على هذه المعلومات القيمة تتحفيننا كما العادة شكرا مشاهدين الكرام إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم باستفساراتكم أو تساؤلاتكم يمكنكم التواصل على رقم واتساب الظاهر على الشاشة نلقاكم في لقاء آخر بإذن الله تعالى أعانكم الله